شكرا لك محمد المغربي السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم في ناففة القدس ها قد عدنا من حيث بدأنا الحديث حول صفقة التبادل من جديد المبعوف الأمريكي المبعوف الإسرائيلي الممثل بالموساد في الدوحة اجتماعات المخبرات المصرية اجتماعات محماس والحديث يعود للواجهة مرة أخرى لكن السؤال متنياهو الذي رفض الصفقة لأكثر من أربع مرات متتالية ما الذي تغير هل سوف يقبل ما هي المتغيرات التي حدفت على الطاولة الآن أو على الأرض إن صح التعبير التي يمكن أن تؤدي ألا أن يغير بنيمين نتنياهو من موقفهم هل الموقف الدولي تغير؟ هل القتال على الأرض تغير؟ هل التصعيد مع لبنان تغير؟ هل التصعيد مع اليمن تغير؟ هل هناك تبايل في المواقف الإسرائيلية داخل الحكومة الإسرائيلية؟ نريد أن نفهم لكي نترقع ونتنبأ بالصفقة وبمآلاتها بطبيعة الحال علينا أن ندرس المعطيات الموجودة الآن على الأرض هذا الجانب الأول من النففة ولكن الجانب الثاني الذي من المهم أن نفهمه ما هي تلك التفاصيل التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي ألا وهو التفصيل الذي يعتبر مقتل للصفقة وهو العودة والاستمرار في الحرب الذي وضعه شرطا بنيمين نتنياهو ترفض المقاومة الفلسطينية ممثلة بحماس هل هذا ما زال هو السهم القاتل للصفقة؟ أم أن هناك في الطريق ليس فقط الشيطان في التفاصيل ولكن الشيطان والتفاصيل والعقبات والمتفجرات والمشاكل كلها في الطريق للحوار معنى هنا في ناففة القدس الدكتور نادر السليمي وهو المحلل السياسي ومعنى من رمالله الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية ومعنى من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الغول وهو مدير تحرير الأهرام والمختص بالشأن الفلسطيني أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور نادر لماذا على بنيمين نتنياهو الآن أن يقبل بالصفقة التي رفضها في السابق؟ ما الذي تغير؟ أخي أحمد حقيقة الأوضاع على الأرض فيها متغيرات يومية هذا من ناحية من ناحية أخرى السياسة العالمية تتجه باتجاهات جديدة ومؤكدة خصوصا بعد السابع من أكتوبر في المنطقة وما آلت إليه الأمور من حرب طاحنة في غزة أدت إلى أعداد هائلة جدا من الشهداء والجرحة في قطاع غزة يفوق العدد 120 ألف نسمة مما يدل على أن أكثر من 6% من أهل القطاع تضرروا بشكل شخصي ناهيك عن الضرر في المباني والأحياء الكاملة التي دمرت بل المدن الكاملة في القطاع التي دمرت وبالتالي نحن نحكي عن أكثر من 80% من القطاع دمر نهائيا وبحاجة لإعادة إعمار وغيره من الأمور حلا هذه الأمور وما أوصلتنا إليه إسرائيل في عن جهيدها لا يمكن له أن يستمر على هذه الوتيرة وخصوصا أن العالم اليوم يتجه بالاتجاه المعاكس للسياسة الإسرائيلية حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يعني نرى الانتخابات في بريطانيا نرى الانتخابات في مواقع أخرى في فرنسا ولكن الموقف الداخل الإسرائيلي دكتور نادر هل تغير؟ أتصور أن الوضع في إسرائيل لم يتغير لم يتغير ولكن الضغوطات يعني يحاولوا السياسيين الإسرائيليين وهم النخبة اللي نحكي فيها الرباعي أو الخماسي الإسرائيلي يلعبوا لعب سياسية حتى يبقوا بالرتم المستمر في موضوع الحرب لأنهم حتى اللحظة لم يحضوا بفوز لم يحضوا بنجاح في القطاع من ناحية القضاء على حماس أولا والقضاء على المقاومة الفلسطينية في المنطقة هذا جزء هو من استراتيجياتهم اليوم القضاء على المقاومة وبالتالي بما أنهم لم يحصلوا على ذلك إذن تغيير الموقف هو صعب جدا أن يحصل عندهم وخصوصا مع ارتباطه بالمصلحة الشخصية لنتنياه هل هناك أغلبية داخل الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الصفقة؟ أتصور أنه لا لا يوجد لأنه سيسقط لمعارضة سموتريتش لمعارضة بنكذير على الأقل ولا أستثني نتنياهو حد ذاته لكن لو وضعنا الخيار ما بين الزوج المتمثل في سموتريتش وبينكذير إذن سيفشل الصفقة مهما كانت دكتور علي الجرباوي أساف العلوم السياسية في رمالله بلا شك أننا تحدفنا حول هذه المسألة مرارا وتكرارا الصفقة تراوح مكانها لا يوجد هناك لغاية الآن أفق واضح هناك من يقول في الخفاء عند الجانب الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي معني بوقف الحرب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معنية بالصفقة هل ترى بأننا الآن في أجواء تساعد على نجاح الصفقة أم أن شيئا لم يتغير والأمور ستبقى على ما هي رؤيتك يعني الأجواء كانت منذ فترة وهي تساعد ولكن العقبة الكأداء هي نتنياهو نفسه لمصلحة الشخصية هو لا يريد التوصل إلى هدنة هو يريد إطالة أمد الحرب والتحالف في داخل الحكومة يعني هناك سموتريتش وبينكفير الذين يريدون استمرار هذه الحرب ولكن هناك بعض المتغيرات المتغير الأول أن هناك نموا داخل الحكومة وخصوصا داخل الليكود نفسه للموافقة على إتمام صفقة لذلك يعني داخل الحكومة هناك قد يكون أغلبية ولكن الأغلبية لا تفيد لأنه إن خرج سموتريتش أو بنكفير من الحكومة تسقط يسقط الإتلاف أيضا هناك ضغط شديد من قبل الجيش والأجهزة الأمنية لأن الجيش منهك في غزة ويريد أن يتوقف وخصوصا أن هناك تداعيات في الجبهة الشمالية لذلك يعني هناك ضغط هائل من قبل الجيش للتوصل إلى صفقة هناك أيضا ضغط في الشارع الإسرائيلي هو يعني يتنامى ولكن بشكل بطيء جدا من أجل إتمام صفقة وتغيير الحكومة نتنياهو يعرف أنه إن وقفت الحرب ستذهب الحكومة ويعني مستقبل السياسي سينتهي أيضا هناك ضغوط خارجية الضغط الأمريكي لأن إدارة بايدن معنية جدا بالتوصل إلى صفقة حاليا وقد يكون نتنياهو لم يعد معنيا في إعطاء بايدن يعني حبل نجاة في حملة الانتخابية بالتوصل إلى مثل هذه الصفقة ولكن هناك طبعا ضغوط من الإدارة الأمريكية على أطراف عديدة في إسرائيل وهناك الجالية الأمريكية اليهودية في أمريكا التي تضغط أيضا باتجاه مثل هذه الصفقة وهناك أيضا وضع دولي يعني صعب لإسرائيل لأنها يعني تتعرض إلى نقد دائم ومستمر لذلك كل الأطراف معنية داخل إسرائيل وخارجها معنية بالتوصل إلى مثل هذه الصفقة يبقى هناك نتنياهو وإتلافه الحكومي هناك قالوا أن يعني أطراف من خارج الحكومة بأنهم سيعطون نتنياهو الأمان بمعنى أنه يعني لإبقاء الحكومة ولكن هذا لا يعني بأن نتنياهو شخصيا هو يعني أصبح معنيا بالتوصل إلى هذه الصفقة نعم دعنا ننتقل إلى أستاذ أشرف أبو الهولت أخرنا عليك كثيرا بالمشاركة في هذه الناففة أستاذ أشرف وددته ولو أنك كنت معنا منذ فترة ولكن إن شاء الله بأن يعني أن تكون معنا اليوم والسؤال الذي بلا شك يراود الجمهور العربي الذي سوف أسألكه إياه هو تحليلك أنت يعني أنت هل ترى بالفعل بأن الأجواء مهيئة لإتمام الصفقة أم أن لا يجب رفع صفف التوقعات وعلى الناس أن تفهم بأن هذه معركة مستمرة أريد أن أسمع رأيك لو سمعت يعني أولا تحياتي إليك أستاذ أحمد وإلى ضيفايك الكريمين لكن أنا دائما وأبدا ألاحظ في التحليل السياسي سواء الفلسطيني أو العربي الكل يركز على العامل الإسرائيلي والكل يتكلم عن تأثير الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية والخلافات بين إسرائيل والأمريكا دون أن يتحدث أيضا عن العامل الآخر عن الطرف الفلسطيني عن المقاومة عن ما يحدث في الشارع الفلسطيني وهذا أمر صعب جدا أننا نعاول دائما وأبدا على الخلافات الإسرائيلية وعلى تصدع الحكومة الإسرائيلية لأن هذا أمر اعتاد عليه نتنياهو نتنياهو في كل حكوماته كان يواجه ضغوط وصراعات وفي هذه الحرب لأول مرة في تاريخ الحروب الإسرائيلية تترك المعارضة تقول ما تشاء والكل ينشغل بالصراعات الداخلية الإسرائيلية بينما إسرائيل تكمل عملياتها العسكرية في غزة حتى الخلاف الأمريكي الإسرائيلي كنا دائما وأبدا نعاول في تحليلاتنا على أنه سيؤدي إلى أكبار إسرائيل على إقاف الأدوان دون أن ندرك أنه في النهاية هناك أهداف إسرائيلية أمريكية مشتركة وهي تغيير الحكم في حماس في غزة وإسقاط حماس مهما تحدثوا عن هدنة ووقف إطلاق النار وغيره لكنهم في النهاية يتفقون على مبادئ لا نراها نحن أما الآن فأنا أقول لك أنه ربما بالفعل هذه هي أقرب فرصة بالفعل للهدنة والوقف إطلاق النار لأن إسرائيل ربما تشعر لأول مرة أنها حققت الكثير داخل غزة يعني اقتحام رفح ومعبر رفح ومنطقة نتسريم وأقامة طريق ديفيد وأقامة الطريق الشمالي الذي تتحرك فيه القوات الإسرائيلية براحتها بين بيت حنون وبيت لاهية والعطاطرة وصولا إلى جبالها وغيرها المناطق العزلة التي أقيمت على الحدود بين غزة وإسرائيل جعلت إسرائيل تسيطر على منطقة مخلاة تماما حوالي 26% من مساحة القطاع تستطيع أن تتحرك فيها وقت ما تشاء هذا من ناحية من ناحية أخرى إسرائيل وذعني أقول لك بصراحة والبعض قد يعني يضيقه هذا الكلام ربما دمرت القدرات الاستراتيجية الحماس بمعنى السواريخ الطويلة والمسيرات ومناطق التمركز أو مقار الكتائب حماس وأيضا اقتصاد حماس الضخم إسرائيل دمرته حماس موجودة وستظل موجودة ولكنها عادت لا تشكر خطر كبير على إسرائيل خطر إطلاق صواريخ إلى جوشدان أو المركز وخطر إطلاق صواريخ ناحية بئر سابع وغير كلها أصبحت قدرات متداعية جدا لكن قدرتها على المقاومة على الأرض داخل جزة موجود لكن إسرائيل خطتها في المرحلة الثالثة بعد أن تكمل تدمير رفح والعمليات التي تقوم بها حاليا في مدينة غزة وفي البريج والنصيرات وغير أنها ربما تسحب دباباتها ومضرعاتها وتتحكم في القطاع من خلال المصيرات ومن خلال الطائرات وبالتالي هي تعتقد أنها فعلت الكثير علاوة على أنها تؤكد أنها قتلت أربعة عشر ألف من عناصر حماس واعتقلت الكثير منهم والآن لأن غزة جائعة ومخنوقة ربما شاهدنا هذه الأيام حماس تتنازل عن بعض مطالبها وهي أن الهدنة تبدأ لا تبدأ في ظل توقف لإطلاق النار وأن المرحلة الأولى تتم دون تعهد بأن يكون هناك انسحاب في المرحلة عفوا نعم أستاذ أشرف دعنا فقط نتوقف لبرها يعني بلا شك أن المشاهد استمع لما تحدفت به أيضا مع الدكتور نادر وأيضا مع الدكتور علي ولكن وشاهدين أن نتوقف الآن سوف نعود ليا هذا الحوار ولكن نتوقف لكي نتذكر بأن الحياة في غزة سوف تبقى سوف تستمر وسوف تزدهر لنشاهد حكاية من حكاية غزة منطقة خان يونس بلشت أول حصة كانت غير منظمة يعني بس مجرد هيك وأشوف الطلاب وعملت ستا الطلاب والحصة الأولى والحصة التالية والحصة التالتة يجوني الأهالي اللي أنا بدرسه طلابهم سلموا عليهم بشكروني سوف نفسها زحمل على اللي عملتوه لأطفالنا أطفالنا نفسيتها نفسيتهم تغيرت وصاروا مشغولين في الخيام تتعرف في الخيام بش إلى مدرسة ولا تنهارف يا نيمين يا طلعين مش هاتنون وليه وحوب بش إش يشغلهم الصعوبات اللي وجهناها هي برضو العلات هذا القتار لطالب من طلابي كان بغزة هو في محط خانين الساكن اسم محمد أبو نموس هو بروسي حاليا بشكره جزيل الشكر اللي كان يحافظ على جتاره جدا هو فكان مخبيه تحت التخد وبيته واجع وريدي البيت واجع فكان التخد شوي حامل الجتار فحكى لابن عم ويجيب الجتار لأستاذ أحمد الحمد لله لجينا الجتار سليم شوي بس مخزور صلحنا طبعا هذا الجتار شوي ماسك حلو طبعا النيات ما فيش نيات في كل المكان طرينا نعمل بالبربيش العود كمان برضو العود كذلك مكسر صلحناه وجبصناه والحمد لله آآ جبنا آآ جتار هناي عود بنيت عافية طبعا آآ فهدي كانت الصعوبات اللي هي وجود ألا ثلاث طلاب فانا روحت جبت البربيش وجبت سيخ حديد كله صناعة يعني محلية حتى غاز ما عنياش ولعنا نار بالحطط وحطيت سيخ الحديد طبعا السيخ تسعة ملي اللي السماكة تبعته لا بنفع تزيد ولا تخس عشان يطلع الصوت صح وبديت أنا أفتح الثقوب حتى يعني لو لاحظت لو دربت الكامرة هان فبتشوف إنه آآ أثار حرج مش ريشة أو ريشة مقدح أو صنبك أو إشي أو حاجة زيه ويعني فكرة هذي كانت بالنسبة للأطفال والطلاب كانت فكرة عظيمة عندهم يعني انبسطوا يعني استمعوا للمنائي كانت فكرة عظيمة وممتازة جداً وفيه إقبال كتير على المنائي مالي دالي يا روينا نقدر الشمالي دالي يا روينا نقدر الشمالي دالي يا روينا أي حدا يشوفنا من قامة الغد يدعم هذا البروجيكت أو هذا المشروع تعليم الأطفال الموسيقى للتخفيف ألام الحرب على الطلاب الغزيين مالي دولي يلي على لحظة ليلة ما ياروينا يعني مشاهدينا من الأمور اللافتة في هذا التقرير أنه يعني جابوا أنبوب بلاستيك وحولوا هذا الأنبوب بلاستيك إلى آلة موسيقية رائعة لعله هذا اختراع غزاوي هم اللي اختراعوا هذه الآلة الموسيقية وهذا يوضح بأنه هذا الشعب يستطيع أن يحيا ويستطيع أن يخلق المبادرة اليوم دكتور نادر كنت بحضر لتقرير على موضوع الأنفاق في غزي وبتكلموا الإسرائيليين أنه من 500 ل700 كيلومتر هي مساحة الأنفاق تحت الأرض وأنه هم لم يستطيعوا لغاية الآن السيطرة أو الرسم أو معرفة ما اللي يجري تحت الأرض هذا يعني بأنه الانتصار الحتمي الذي وعد به بين يميني تنياهو لن يعلن لا خلال شهر ولا خلال سنة يعني واضح أنه الأمور سوف تطبق الضغط اللي عم بيسير اليوم بلبنان نحن كنا شايفين يعني الضغط يزداد يوما بعد يوم حل هافي وأنا هنا أقصد السؤال بالميدان حل الميدان الآن هو القادر على إتمام الصفقة أكثر من كلام السياسيين ومموحكاتهم؟ يعني حقيقة بالنسبة لللبنان ومقدار مساعدتها على الأرض في موضوع إتمام الصفقة لا شك أن هناك عوامل يعني تساعد في هذا الموضوع أكيد أنها تساعد وخصوصا الضغطات على الشمال الفلسطيني اللي هو مهاجمة المواقع العسكرية الإسرائيلية منها اللي كان هذا في السابق قليل اليوم عملوا في أهداف دقيقة تصيبها المقاومة في لبنان الجزء المهم في الموضوع أن إسرائيل هي بين نارين النار الأولى هي دخول حرب طاحنة مع المقاومة في لبنان وحزب الله وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية وغيرها أو الوقوف عند هذا الحد وهو الحد الفاصل الذي لن يمر مر الكرام في الأجواء القادمة خصوصا في جو الأهال العسكرية الإسرائيلية التي دمرت كل شيء في غزة وبالتالي هي تهدد بتدمير لبنان والمقاومة كل يوم عمالها بتخرج شيء جديد على الأرض تثبت فيه بأن المقاومة مستمرة والمقاومة قوية وعندها الإمكانية للاستمرار لفترات طويلة جدا وبالتالي هذا الاستنزاف صعب على إسرائيل إسرائيل لم تتعود على الاستنزاف لفترات طويلة وهي اليوم نحن نشوف من شهر عشرة لليوم هذا استنزاف مع أنهم يقولوا إحنا لسه أمامنا أشهر لموضوع تنظيف القطاع وما شابه والانتصار والقضاء على المقاومة الفلسطينية الشيء الواضح أنه لن يحصل لن يحصل لأسباب كثيرة أن المقاومة موجودة في كل مكان في تحت الأرض وفوق الأرض في لبنان وفي فلسطين ومن الملفت للنظر وما يعلمه السياسيون والعسكريون أن في حال الدخول إسرائيل مع مجابهة كاملة في الشمال الفلسطيني مع لبنان إذن ستكون هناك جبهات أخرى تطلق عن بعد وعن قرب بما فيها باقي لبنان سوريا سيكون لها تدخلات سيكون هناك تدخلات عراقية لوجود الشيعة فيهم العداد الكبيرة ستكون تدخلات لإيران ويمن بمقدار ما هي اليوم قاعدة تحاكي الموضوع العسكري بقضايا بسيطة جدا ولكن غدا إن حصل هذا ستكون المقاومة أكثر وأقوى وسيتكون هناك مفاجآت غير معلن عنها فهذا الحديث أنا أتصور أنه الضغوطات يزيدها على إسرائيل لأنها تقبل المعادلة تبعت الصفقة بمعطياتها الحالية وهو أصلا إنجاز بناء على الطلبات الأساسية من حماس التي هي إنجاز الصفقة حماس كانت تطالب بتنظيف المعتقلات كانت تطالب أساسا بوقت الحرب والإبادة في غزة وهذه الطلبات الكثيرة التي كانت وكلنا نعلمها اليوم في تنازلات في بعض النواحي قد تكون هي تكتيكية واستراتيجية للاعتبارات حتى أنه يكون في بوادر حسن النواية تجاه بعض الدول التي وقفت مع الفلسطينيين وحتى لا يصار لأن الفلسطينيين هم من يريدون الحرب بالآخر إحنا لسنا دعاة حرب في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية حماس بشكل أو بآخر تواصلت مع منظمة التحرير وتقول أنه نحن جاهزون لقبول دولة في حدد سلعة وستين على سيرة منظمة التحرير دكتور علي الجرباوي أنت يعني مطلع على كل سير الصفقة أو على الأقل التسريبات التي يتحدثون عنها واضح بأنه من الإشكاليات القائمة الآن في موضوع الصفقة ليس اليوم التالي ولكن فترة اللي هي وقف طلق النار الدور العربي الدور الفلسطيني الدور الدولي كيف سوف يكون هذا الدور ما الذي سوف يقدم ما الذي سوف يؤخر طبعا هذه التفاصيل اللي يمكن كلها أن يتم تغييرها في اللحظة السفر ولكن أنا سؤالي بالجوهر وليس بالتفصيل هل أنت ترى بأن السلطة الفلسطينية اليوم قادرة راغبة بأن تنخرط خلال فترة وقف طلق النار بأي دور فعال وإيجابي على الأرض أما أن السلطة الفلسطينية تحديدا من نظمة التحرير ترى بأنه من الأفضل الانتظار وذلك الإتمام المصالحة والعمل على حكومة جديدة والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني أيهما ترى بأن السلطة الفلسطينية تريد أن تمضي بأي مصار يعني من ناحية مبدئية جوهرية لا إمكانية لإقامة يعني كل الحديث عن اليوم التالي بدون إشراك حماس بشكل ما هو حديث يعني لا يمكن أنه يعني يكون واقعي في نهاية المطاقة في هاي إسرائيل صحيح أنه جيشها استطاع أنه يصل إلى يعني ذروة ما تمكن أن يصل له أكثر من هيك ما بيقدر أنه يتمكن هو يعني أضعف القدرات حماس صحيح ويعني قتل من قتل وهدم قطع غزة بأكمله وقام بكل المجازر اللي قام فيها ولكن في نهاية المطاقة هو الآن يتعرض إلى حرب شوارع وهو لا يستطيع أن يستمر في هذا الأمر هذه هي النقطة الأساسية لذا الجيش لا يستطيع أن يحقق أكثر مما حقق وخصوصا أنه لا وجود لخطة إسرائيلية لما بعد ماشي الحال لذلك النقطة الأساسية كل ما يبحث كل الخطط التي تسربت السيناريوهات التي تسربت حول اليوم التالي ومن قوات دولية وإقليمية وكذا ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هذا كل ماشي الحال ولكن يعني على الورق ماشي الحال ولكن تنفيذه على أرض الواقع أنا باعتقادي أنه لن يتم لأن حركة حمال ستبقى موجودة وعندها القدرة إن لم يكن لفرض نفسها كالقوة الأساسية في القطاع لحكمه علانية ولكن لديها سيبقى لديها القوى المعطلة لأي إمكانية لوجود آخر في قطاع غزة لذلك من المصلحة الفلسطينية والنقطة هذه النقطة أساسية من المصلحة الفلسطينية أساساً التوصل إلى تفاهم فلسطيني داخلي بحيث يكون هناك توافق فلسطيني على بنية يتفق عليها فلسطينياً حكومة توافقية يعني سميها ماشي من أجل أن تستطيع أن تستلم قطاع غزة وأن تكون حاضرة هذا لا يعني بأنه لن يكون هناك حاجة إلى وجود إقليمي ووجود دولي هناك حاجة لإعمار غزة وهذا يتطلب الكثير من الجهود والوجود ماشي الحال لأطراف عديدة ولكن الأساس هو الوجود الفلسطيني وهذا الوجود الفلسطيني لن يتم إلا عندما يكون متفق عليه داخلياً دكتور أشفو بلهون لدي سؤال يعني كونك غير فلسطيني لأنك يعني أنت مصري وهذا السؤال يعني إحنا نسأله لا هذا غير فلسطيني ما هو الأفضل للفلسطينيين؟ ما هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟ يعني بظل هذه المعركة أنت ترى بعيداً طبعاً عن التمنيات التي يمكن أن تكون مستحيلة ولكن أنا أسأل أنه ما هي النصيحة التي ينصحها العرب الآن للفلسطينيين؟ للسيناريو الأفضل سواءً لليوم التالي للحرب أو سواءً لما بعد الحرب يعني دعني أكون صريحاً معك يعني لابد أن تقدم حماس تنازلاً لصالح الشعب الفلسطيني لأنه بالفعل حماس موجودة وستظل موجودة وتستطيع أن تقاوم سنوات لكن إسرائيل المخططات التي أعدتها لغزة هي أيضاً تريد أن تستمر من خلال السيطرة جواً بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة وقزائف المدفعية وقزائف الدبابات وبالتالي تستطيع حماس أن تبقى ولكن الاستنزاف سيستمر واستهداف أي عناصر من حماس تظهر على الأرض إسرائيل تدرك أنها لو بقت بدباباتها ومضرعاتها داخل غزة ستقع فريسة للمقاومة ولعمليات الاستنزاف لذلك هي أعدت هذه الخطة التي تعتمد على التحرك جواً والتحرك الخاطف لذلك تشكر حماس أن تفاهمت مع السلطة الفلسطينية أو أي أطراف وقبلت أن تخرج من المنظومة ربما لعدة سنوات تعيد بناء نفسها تعيد ترتيب نفسها ويسمح للطرف فلسطيني أن يحكم القطاع حتى يستطيع أن يجعل العالم يدخل المساعدات ويفتح المعابر ويبدأ بإعادة أعمار لكن الإصرار على البقاء والإصرار على انتظار صورة الانتصار هذا معناه المزيد من الضحايا هذا معناه المزيد من الشهداء أنت تستطيع أن تقتل في اليوم جندي إسرائيلي أو خمسة إسرائيل تستطيع أن تقتل مائة فلسطين يومياً أنت تستطيع أن تصيد دبابة أو إسلتان لكن إسرائيل تستطيع أن تهدم ألف منزل يومياً تستطيع أن تهجر وتدفع الناس للنزوح كما يحدث الآن في مدينة غزة المفترض أن مدينة غزة كان القتال قد توقف فيها تقريباً مع ذلك عادت إسرائيل أولاً إلى الشجاعية والآن تدعي أنها أنهت العملية ووصلت إلى زمنية أنفاق ثم انتقلت إلى تل الهوى والطفاح والدرج والصبر والرمال وغيره إذن لابد من البحث عن حل مختلف يعني ألمانيا التي استسلمت في نهاية الحرب العالمية التانية واليابان أين هما الآن؟ دول عظمى، دول كبيرة حدث نوع من التنازل للحفاظ على الشعب يعني في حالات كثيرة جداً لا يجب أن نبحث عن الحد الأقصى للانتصار ونقدر قيمة أو نقدر قدر قوتنا ونسمح بخطوات تكتيكية هذه هي نصيحتي أن يكون هناك تنازلات لصالح الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني ليس هو البيوت المدمرة ولكن هناك ما هو أسوأ هو أن تقضي الأم أو الفتاة ساعات يومياً بحثاً عن ماء ويبحث الأطفال عن الطعام ولا يجدون الذين يعملون باليومية في غزة من أين يأكلوا ويشربوا الأوضاع شديدة السوء أسوأ بكثير مما ننقله يعني حتى الصور التي تنقل عن بعض الأشياء التي بها أمل مثل عازف الجتار الذي نشرتم تقريره الآن هي صورة تشرح البعض لكنها في النهاية بالنسبة للأغلبية هي لا تسوي شيء لأن الأغلبية في غزة تبحث عن طعام وأنت تعلم الآن الوضع السيء الأسعار العالية جداً التجويع الذي تفرضه إسرائيل وأمريكا حالياً أقاموا جسر أو أقاموا يعني ميناء مؤقت أو رصيف مؤقت ثم ادعوا أنه تضرر من الطاقس ثم سحبوه ثم يريدوا إعاداته أغلقت المعابر في الجنوب حتى عندما قرروا فتح معبر إيريز بيت حنون لإدخال المساعدات لم يدخلوا شيء تقريباً منه وهكذا فالوضع المأساوي يدفع الجميع للتنازل وعلى السلطة أن تقوم بدور قوي وأن لا تكتفي بدور المتفرق كما تفعل الآن وأن يكون هناك تفاهم حقيقي لأنه في النهاية من يحكم سيكون فلسطيني نعم ذكرتني أستاذ أشرف بسبتمبر 1970 عندما كان هناك الخلاف بين فتح يعني موظمة التحرير وبين الملك الأردني وذهب كليهما إلى القاهرة وهناك اجتمعا لوقف أيلول الأسود وما أن غادرا من مصر حتى يعني توفى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بمعنى آخر هناك رمزية عالية الذي تقوله ولعل هناك أذان سوف تسمع وقلوب ستصري ولكن الوضع جد مقعقد شاهدين سوف نعود الحوار ولكن علينا أن نسمع ماذا يقول العالم لغزة ماذا تقول الشعوب لغزة اليوم اخترنا لكم بلجكا بروكسل تحديدا العاصمة البلجكية لنشاهد كل ما نريده هو أن ينتهي هذا الصراع وعلى الجميع أن يضغط على إسرائيل كلا تستمر في هذه الحرب وهذه المآسي الإنسانية أرفض وأدين استهداف المدنيين ما نراه غير محتمل وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤوليته ويرفض ويندد بقتل المدنيين نتمنى أن تصبح فلسطين حرة وأن يزول الفصل العنصري كل هذا يجب أن يتوقف هناك مسؤولية على أوروبا في إنهاء الاحتلال ومساعدة المحتجين هناك لن يهدأ لنا بال حتى تتحرر فلسطين حريتكم أيها الفلسطينيون هي حريتنا سنستمر في دعمكم حتى تحصلوا على الحرية نحن نخرج في الشوارع لإدانة ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين 76 عاماً من الاحتلال والنقبة لا تزال مستمرة الحرية لفلسطين أنا كسيدة وامرأة وإنسانة لا يمكن إلا أن أرفض ما يحدث في فلسطين لا أقبل هذا وأقول للفلسطينيين أنا معكم وضد الإبادة هذه هي أراء البلجيكيين يعني الذين يتحدثون وطبعاً استمعنا قبل عدة أيام ما بقال الفرنسيون أيضاً والبريطانيون يعني يبدو هناك تغيير بدأنا نشهده في العالم نعود إلى الموضوع دكتور نادر أردت أن تعلق على مقاله لأستاذ أشرف تفضل أنا حقيقة يمكن تعليق الأساسي في موضوعنا كفلسطينيين يتمحور حول موضوع بسيط وبسيط جداً هو انضمام جميع الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة هي مظلة الأم منظمة التحرير الفلسطينية وهذا يجنبنا الكثير من الويلات القادمة أولاً وثانياً الوحدة الوطنية تتمثل تحت هذه المظلة مما يؤدي إلى قبول العالم كاملاً الذي اعترف منظمة التحرير ونحن نعلم جميعاً أنه 144 دولة في الأمم المتحدة معترفة في منظمة التحرير بالتالي معترفة في فلسطين كيف هذا يخدم الحرب؟ يعني شو يعلق في الحرب؟ يخدم بما أن حماس تنضوي تحت منظمة التحرير إذن هي بشكل أو بآخر اعترفت بأنه تتقبل وجود دولة فلسطينية بحدود ال67 وهذا مطلب دولي وعالمي وبالتالي هي تخرج من حيز الاتهامات الموجهة لها في منطق الإجرام وغيره إبادة إسرائيل وهو إنهاء سنوات الفريق إذن حطنا حدود لهذا الموضوع وانتهينا دخلنا في حقبة جديدة المشكلة هي منظمة التحرير نفسها ما بداش تدخل حماس داخل منظمة التحرير منظمة التحرير فيها أنظمة وقوانين وفيها مواثيق بناءًا عليها هي بإمكانها الدخول لمنظمة التحرير ومن ثم يكون هناك الكثير من المباحثات الداخلية ما بين الأبناء والإقوى الفلسطينيين نتحاسم جميعاً تحت هذه المظلة وعندها كل من يقول ما عنده قد يصلوا لنتيجة إيجابية وجيدة تخدم الشعب الفلسطيني في جميع ما كان تواجده الشعب الفلسطيني ليس في فلسطين فقط فلسطين هي الجزء الأساس وهي الأم ولكن عندنا في لبنان وسوريا والشتات في كل دول العالم الأردن وغيرها وبالتالي علينا أن ننظر لجميع الفلسطينيين بمنظار صحيح وسليم حتى نجنبهم بخصوص الصفقة هل هذا بساعد أم لا بساعد؟ أتصور أنه سيساعد لأن العالم سيضغط بزيادة على الإسرائيليين لقبول الصفقة مع أن حماس تنازلت في جزئيات معينة من الطلبات تبعتها ولكن الإسرائيليين بتعنتهم وأقولناها في البداية وأعيدها مرة أخرى عندهم المصلحة العامة التي هي مظلة معينة وهي غير حقيقية برأيه المظلة الحقيقية والمطلب الإسرائيلي هو أن يبقى نتنياهو على رأس هذا العرام بهذه السخافة بهذه السخافة فليبيت شعب كامل في سبيل أنه يظل قاعد علىها الكرسي الشيء اللي ما أحد في الفلسطينيين يعني بده إياه ولكن بالنسبة لنا ما طلبنا دولة فلسطينية في حدود السترعى والستين بالنظام العالمي والدولي الذي اعترف بها بهذا الأساس وفي قيمة دولة إسرائيل بناء على هذه الاتفاقية دكتور علي لم يتبقى وقت دكتور علي هل مفيد أصلا أو هل ممكن أصلا تقنيا أنه موضوع انضمام حماس المفهمة التحرير الآن هل يمكن أن يفيد في التسريع في الصفقة هل يمكن أصلا لربما هذا بحاجة إلى وقت طويل يعني ما رأيك بهذه المسألة لا هو مش بحاجة إلى وقت طويل إحنا كان لازم ننهي هذا الانقسام من قبل فترة طويلة يعني والانقسام مستمر ويعني كل يوم يستمر هذا الانقسام هو يحدث ضرر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني النقطة المهمة في موضوعنا كله هي ليست فقط مسألة حماس ووجودها واستمراريتها تنازلها بقاءها كل هذه الأمور القصة الأساسية أننا كشعب فلسطيني إن كنا في الضف أو في قطاع غزلي في القدس نتعرض إلى حمل إسرائيلي شعواء لإنهاء القضية الفلسطينية يعني بمعنى إسرائيل الحالي بهذه الحكومة اليمينية المتطرفة وحتى سابقاتها تريد منا استسلاما كاملا استسلام بمعنى ليس فقط فصيل سياسي استسلام الشعب الفلسطيني والقبول بأن نبقى تحت هذا الاحتلال إلى أبد الآبدين لذلك القصة هي أكبر من قصة الصفقة الآن ويعني حماس وبقاءها واليوم التالي هذه قضايا مهمة ولكن تفصيلية ضمن الإطار العام لازم نشوف الإطار العام نحن ندافع عن وجودنا وعن حالنا وعن مستقبلنا لا يمكن أن نقبل كشعب فلسطيني أن نستمر في هذا الحال إلى أبد الآبدين لذلك المجتمع الدولي وصل للقناعة أن المسألة بحاجة إلى حل والحل وفقا للمجتمع الدولي اللي أنا يعني مش شايف أنه هذا رح يصير ولكن وفقا للمجتمع الدولي هو حل الدولتين أهلا وسهلا أهلا مش قالين لا لحل الدولتين ولكن بالأساس هذه الحرب يجب أن تتوقف ولذلك النقطة الكأداء كما ذكرت أنت في المقدمة هي إنهاء الحرب يعني مش فاس التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق نار لمدة ست أسابيع وإنما وقف الحرب يعني إنهاء المرحلة الثالثة التي يقول بها الجيش الإسرائيلي أنه رح يوقف من بعيد وكل ما يصير فيه شيء يضربنا صواريخ في قطاع غزة ويرسل ذباباته عندما يريد ونحن نقبل بذلك ويجب أن يعني لمعاناتنا للمحنة اللي إحنا فيها اللي إحنا معترفين إنه إحنا في محنة طبعا أهل غزة في محنة أكثر من الضفة والمحنة كبيرة ولكن المراد هو كبير أيضا ويجب أن نقبل به على الإطلاق لذلك يعني نحن في مرحلة عض أصابع وهذه المرحلة ستنتهي وستنتهي ويجب أن ننتبه بأن إسرائيل إذا إحنا في محنة فإسرائيل في ورطة كمان والورطة تتفاقم أيضا لدى إسرائيل ولكن أنا بعرف أن إسرائيل دولي ولها مقدرات ومدعومي من الولايات المتحدة وكل هذه الأمور ولكن هل هذا يعني بأنه إحنا نستسلم؟ هذا لن يحصل دعني أنتقل إلى الأستاذ أشرف أبل هول بسؤال الأخير لأنه ما تبقى وقت وستاذ أشرف سوف أنقل السؤال بشكل معاكس ما المشكلة؟ وطبعا هذا المنطق الكبير من الشارع الإسرائيلي للعلم ما المشكلة أن تبقى الدبابات الإسرائيلية موجودة في قطاع غزة كما هي موجودة في مناطق الضفة الغربية كما هي موجودة في الجولان السوري المحتل إسرائيل يعني قاومة الفلسطينيين لست سنوات في الانتفاضة الأولى قاومة الفلسطينيين لأربع سنوات في الانتفاضة الثانية لا ضير بيئة البقاء لعلى الأقل عامين ثلاثة أعوام داخل قطع غزة في عمليات الكربولفر حرب الشوارع حرب الأنفاق ماذا سوف يدور ذلك إسرائيل نهيك أنه كل ما كان يمكن أن يفعل في المجتمع الدولي قد فعل محكمة دولية جنائية دولية اعتراف دولة فلسطين نهذا كله تهى والانتخابات الأمريكية ان جاءت بترمفة الخير خيرين كيف ترد يعني أعتقد أن نتنياهو شخصيا قد يتمنى هذا السيناريو قد يتمنى أن تفشل المفاوضات وأن يبقى في غزة ويقول للعالم أنه بقى لأن حماس لا تريد أن تتعاون ولذلك أنا أعتقد أنه من الضروري أن نتحرك الآن بسرعة كبيرة جدا أتفق مع ضيفايك الكريمين أنه لابد من المصالحة الفلسطينية فورا لابد من وجود جبهة فلسطينية موحدة فورا لابد من رؤية يتم عرضها فورا والأهم شيء أن نستغل الزخم الدولي الحالي المؤيد للدولة الفلسطينية والمؤيد لحل الدولتين إذا ما وصلنا للانتخابات الأمريكية وفاز ترامب نحن نعلم أن ترامب لا يؤمن بحل الدولتين بالشكل الذي يجب أن يكون وصابق أن أعطى الإسرائيل الحق في السيطرة على سلس الضفة الغربية وأعطاها الحق في أن تكون القدس عاصمتها وأعطى إسرائيل الحق في أن تضم الجولان وبالتالي علينا أن نتحرك قبلها أن نقطع الطريق على نتنياهو ونستفيد من الزخم الموجود ضده وأن يكون هناك عرض فلسطيني جاهز لإدارة غزة والدخول فورا في مفاوضات لحل الدولتين ولإعادة الإعمار وغيره هذا ما يجب أن يتم حاليا لأنه كل اليمين الإسرائيلي يؤيد عدم وجود دولة فلسطينية لكن ما يمكن أن يضغط هو أن العالم الآن في معظمه يريد دولة فلسطينية إذن علينا أن نتحرك الآن شكرا لك الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام شكرا أيضا للدكتور علي الجرباوي أسابة العلوم السياسية حدفتنا من رمالة شكرا أيضا لك الدكتور نادر السلامي حدفتنا هنا في مدينة القدس شكرا لكم شاهديننا نتوقف الآن مع فقرة الصور التي اخترناها لكم اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني نعيد هذه النافذة طبعا مهم أن نشرح بأن هناك مصورين هناك المخرج عبد الرحيم الرومي موجود في القاهرة هناك المخرج صحيف هنا هناك عدد من أفراد الطاقة هذا هو نموفش بسيط جدا عن أن الحرب التي تجري يوجد في حولها العديد من الناس الذين يحاولون إشعال هذه الحرب والاستفادة منها اقتصادية لماذا ضربنا هذا المفهل؟ لأن هناك كما هو بن يمين التنياهو يريد استغلال الحرب لنفوفه السياسي ولكن هناك أيضا شركات الأسلحة التي تريد أن تبيع الأسلحة هناك الشركات الأمنية التي تريد أن تبيع المنظومات الأمنية هناك الشركات التأميم التي بدأت الآن تستفيد من هذه المسألة هناك تجار الحروب الموجودين في غزة الذين يحاولون استغلال البسطاء بالتحولات البنكية أو بإدخال بعض المعونات من هنا وهناك دائما في الحروب هناك أشخاص آخرين لا نراهم لغير موجودين هم في نهاية المطاف هم الذين يستفيدون من الحرب وأولئك الذين هم على الشاشات بن يمين نتنياهو حسن نصر الله إسماعيل هنية القسام ولئك هم الذين نراهم على الشاشات ولكن من خلفهم هناك العديد من رؤوس الأموال ورجال السياسة ورجال الموساد الإسرائيلي الذين لا نعلم عنهم وما يسمون أنفسهم بمراكز الفكر الإسرائيلي الصهيوني الذين يبحثون ليس عما نتحدث عنه الآن بل الذين يبحثون وينظرون إلى خمسين وستين ومائة سنة إلى الأمام وكيفية إعادة تشكيل المنطقة شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى لقائنا آخر شكرا لكم مشاهدين على المتابعة 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 شكرا لكم مشاهدين على المتابعة